أبو حمزة يسأل عن ما يجوز في صلوات النوافل بخلاف صلاة الفريضة يعني في طريقة مثلا في الصلاة جالسة هل تختلف أيضا الصيغة أو الطريقة في السجود أو لا؟ يعني ما يجوز في النوافل ومما لا يجوز في صلاة الفريضة؟ يعني الذي ورد في هذا هو أنه يجلس فقط ولكن ما يتعلق بالفرائض مما يحتاج إليه الإنسان للأخذ بالرخصة بسبب حرج أو نحو ذلك فإنه يفعل المشروع في هذا يعني أحيانا قد يصلي وهو مستلقي قد يصلي وهو على جنبه هذا في الأحوال الفرائض إذا كان عاجزا فهذه لها أحكام الفرائض وكذلك نقول بالنسبة للنوافل فإنه فقط إن كان يجلس يجلس فقط يعني لا يقوم هذا هو الذي يفهم من ما ورد في الترخيص بجواز الجلوس في النافلة